موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما الشوق البارح كان المباشر الذي نفعله كل سبت على قناة صوت مواجهة في كندا البارح كان تحدثنا على برنامج مقاطعة ساسكتش المتعلق ببرنامج العمال المهارة الأجانب بهذه المقاطعة أعطيتكم مجموعة من المعلومات وكما نقول لكم دائما كان أعطي من أقل تلزاد يوم الاثنين كان أشرح لكم جميع المعلومات المتعلقة كان دخلوا الويب سايت كيفاش تصوب بروفايل أشناير الشروط المتعلقة بهذه البرنامج فاليوما في هذه الحلقة سنقربكم مزيان وسأعطيكم مفاجأة التي تحدثت عليها في المباشر وهي عندك يمكن لك الدفاع على هذا البرنامج أخوتي قبل ما بدأوا لا تنسوش الاشتراك نشر الفيديو حتى تعمل فائدة دون نسيان الضغط على زر الجرس حتى يصلكم جديد قناة صوت المهاجرين في كناة فهذا البرنامج برنامج لعمال المهارة الأجانب الخاص بمقاطعة ساسكا يعتمد على التنقيط كيفية التنقيط؟ هناك مجموعة من العوامل تحسب النقاط متعيار ولكن عندك تقريبا 60 من 120 نقطة يمكنك تقدم على هذا البرنامج العائق الأول في هذا البرنامج هو عرض العمل لكن هناك بديل برنامج إضافي على هذا البرنامج نفس الشروط غير هو بدون عرض عمل يمكنك تقدم على هذا البرنامج من العوامل التي تجعلك أنك تجمع النقاط كان عامل الدراسة خاصة يكون عندك ديبلوم كانت عندك الدكتورة والماستر والباكالوريا والإجازة يمكنك تأخذ النقاط على حسب أي ديبلوم بالنسبة للعامل الثاني هو الخبرة العملية فعالأقل خاصة يكون عندك سنة واحدة يمكنك تأخذ تنقيط في هذا البرنامج ثالث عامل هو السن فكلما كان السن قريب من الثلاثين من العشرين إلى الثلاثين يمكنك تأخذ العامل الرابع هو العامل على اللغة اللغة الفرنسية اللغة اللولة واللغة الثانية هنا بالنسبة للناس اللي يتحطوا اللغة الفرنسية والإنجليزية يمكن لهم أنهم يستفدوا من نقاط إضافية كتوصل إلى عشر نقاط في هذا البرنامج هذا العامل العوامل الأخرى متعلقة بالارتباط لديك بالمقاطعة عندك قريب ولا يمكن أن تشغلت بالنسبة للناس اللي عندهم رخصة مؤقتة للعامل بالنسبة للطلبة اللي قرأوا سنة فكي يأخذوا تعهما النقاط زائد عرض عمل لذلك تأخذ عليه 30 نقطة لكن مجموعة من الناس يقول لك بأن عرض عمل صعيب أنك تلقاه فهذا المقاطعة لذلك البديل أعطيتك برنامج آخر بالنسبة كي تسمى نفس الاسم اللي هو برنامج العمال المهاراق الأجانب لكن زائدت عليه واحد الكلمة تع المهن المطلوبة بكثرة فإلا كانت المهنة ديالك من ضمن المهن المطلوبة بكثرة فهذا المقاطعة يمكنك تدفع لهذا البرنامج بدون أنك تحصل على عرض عمل نعم بلا ما تحصل على عرض عمل يمكنك تدفع لهذا البرنامج لكن مجموعة من الشروط نفس الشروط تقريباً تقريباً تع البرنامج الأول اللي هو العمال المهاراق الأجانب زائد مجموعة من الشروط اللي غادي ندخلوا الويبسايت وغادي نعرفوها غادي ندخلوا للموقع الرسمي تع المقاطعة ونعطيكم مجموعة من المعلومات اللي قلت لكم زائد كيفاش تحصلوا على عرض عمل إلا ما جابش الله وما اتصلش بكم أي مشغل يمكن لكم تشوفوا واش المهنة ديالكم من ضمن المهن المطلوبة بكثرة وانا داك يمكن لكم انكم تقدموا على هذا البرنامج هذا في طبيعة الحال إلا ما حصلتش على عرض عمل قلت لكم كي البادي اللي هو برنامج إضافي كي تسمى برنامج العمال المهاراق المهن المطلوبة بكثرة فمبين الشروط المطلوبة في هذا البرنامج قد تكون تعيش خارج كندا ما تكونش لاجئ جبتي ستين نقطة من مية وعشرة نوقات من العوامد السالفة الذكر زائد على الأقل خاص يكون عندك المستوى تعلق ربعة وكملتي المستوى ما بعد الباكالوريا مثلا عندك إجازة أو سيجد دكتورة زائد سيكون عندك تدريب تكوين ميهني أو شاهدة تثبت هذا الشي عندك الخبره العملية عادية المهاراق عن تحديد النوق تعرف كيفية زرو أ أو B بسبب هذا على الأقل سنة كاملة بدوام كامل مهنة مطلوبة اخر حاجة هي الحساب البنكي يجب عليك الحساب البنكي الأموال التي مدكورك في الموقع الرسمي للوزارة الهجرة غير للإشارة تخلص الى ما كانش عندك عرض عمل وكنت المهنة ديالك من مهن مطلوبة وكثرة في هذه المقاطعات تخلص الى 350 دولار هذه الأموال لا تقبل لك هذه السمارة تخلص الى 350 دولار وكتدفعها اما فيزا كارت اما ماستر كارت هذه هي الطرق التي تخلص الى 350 دولار كما قلت لكم هذا البرنامج يعتمد على التنقيد كما ترون هنا فملكم نزل وتاعت هذه الموقع الرسمي مقاطعة ساسكاتشوان فهذا هو التنقيد من خلال العمل الاول هو نجاح سوق العمل اول شيء هي الدراسة والتدريب ولكن عندك ماستر او دكتورة او معادلة كندية فعندك 23 مقطة بالنسبة للإجازة او برنامج مدة ثلاثة سنوات او اكتر في جامعة وكلية فعشرين نقطة كما ترون هنا كان عندك شهادة حرفية من واحد تكوين نهاني او من اي مركز تكوين نهاني فعندك عشرين نقطة وهذه الشهادة حرفية من خلال من خلال من خلال من خلال استمار علىها فى الخمس سنوات الاخيرة قبل تقديم الاستمارة كتتاخذ عشرة نقطة على خمس سنوات تمانية نقطة على أربع سنوات كما ترون هنا زائد ستة نقطة على ثلاث سنوات تغيير نقطة وكذلك ست سنوات العشرة الاخيرة قبل تقديم على البرنامج كتتاخذ خمسة نقطة على خمس سنوات اربع نقطة على اربع سنوات ثلاث نقطة على ثلاث سنوات نقطتين على سنتين فيما صفر نقطة اللي عنده اقل من سنة. بالنسبة للقدرات اللغوية كما تشوفونها كان اللغة الاولى واللغة التانية. فاما انجليزي او فرنسي على حساب اشنية اللغة الاولى. هناك تاخد عشرين نقطة على المستوى دي اللغة اه تمانية اولى اكتر. تاخد ثمانتاش نقطة على المستوى السبعة. ستاشر نقطة على المستوى الستة. اربعتاشر نقطة على خمس اه المستوى الخامس. وتناشر نقطة على المستوى الرابع. فيما صفر النقطة اللي ما عندوش للانجليزي او الفرنسي. بالنسبة للغة التانية كتاخد عشر نقطة اه على المستوى الثامن او اكتر تماني نقطة على المستوى السابع وست نقطة على المستوى السادس وكما كتشوفون صفر نقطة الى ما عندكش اللغة التانية. غير للاشارة فبالنسبة اللغة هنا كتشوفه في بداية الصفحة انه يمكن تاخد اه عشر نقاط اضافية الى كانت عندك اه عندك الفرنسي والانجليزي كما كتشوفه هنا في الاطار الاصفر فهذه ميزة بالنسبة الناس اللي عندهم اللغتين الفرنسية او والانجليزية معا. بالنسبة للسن فكتاخد صفر نقطة لكان عندك اقل 18 سنة فيما كتاخد اكتر النقاط لكان عندك ما بين 22 تا 34 سنة فكتاخد 12 النقطة. اه بالنسبة للعامل الثاني فهو العامل كما قلت لكم فعل المباشر فهو الارتباط بسوق الشغل البنسان سكاتشوان والتعقلم. فكتاخد 30 نقطة وهو الماكسيمو لقيت عرض عمل من الطرف مشغل بالمقاطعة ولكن عندك احد افراد العائلة بالمقاطعة ويكون مقيم دائم او عنده الجنسية الكندية فكتاخد 20 نقطة كما تشاهدونها. وكتاخد خمس نقاط الى امثلا عندك واحد رخصة تعال عمل في مقاطعة او كتي تشغلتين مدة على الاقل سنة واحدة فكتاخد خمسة نقاط. وكتاخد خمسة نقاط الى كتي درستي في واحد البرنامج. مثلا مدة السنتين لكن درستي غير سنة فكتاخد خمسة نقاط. فبالتالي لكن عندك سين نقطة من مية وعشر نقاط كما تشاهدونها. فانت مقبول في هذا البرنامج. فبطبيعة الحال الى كنت عندك سين نقطة من مية وعشر نقاط وعندك عرض عمل من خلال هذه النقاط اللي حصلت عليها. في المرحلة اللولة تعبير عن اهتمام وتقديم الاستمارة. كتسمى notification of interest. كتملأ هذه الاستمارة كيفاش كتكون. كتفتح واحد البروفايل. كيفاش كنفتح البروفايل. فكن نجيو ابلاي اونلاين لهذا البرنامج. فكتدخل كتكري اه كتكري بروفايل هنا اياه كتدير اه كتدير اه كتدير اه كريت ان اقونت لكن انا عندي اقونت. حال من اللي كتكري اقونت كيجيك ايميل من الوزارة اه او من مقاطعة السسكاتشوان كيما كتشوفوا هذا اليميل انا كريت اقونت جاني هذا اليميل بانه مرحبا بك في هذا البرنامج تعمل مني بروغرام ديال السسكاتشوان والتحت عندي الباسورد والكلمة باش اه اه يوزر نيم باش اه كريت واحد البروفايل او الانترس اه بهذا المقاطعات فبعد اكمال جميع المعلومات وتحميل جميع الوثائق المطلوبة وخاصة تكون وخاصة تحافظ على جميع الوثائق الاصلية في حالة نسيان بعض المعلومات او عدم ترجمة الوثائق او حطيتي معلومات غير واضحة فسيتم الغاء تقديم ديالك لدي البرنامجات المرحلة الثانية استقبال واحد رسالة نصية من مقاطعة ساسكاتشوان عن طريق اليميل اللي حطيتي في البروفايل ديالك وهنايا اه وهنايا كيقولولك با عن طريقة اليميل واش تقبلتي ولا ترفضتي ولا نسيتي اي معلومة اذا تم القبول ديالك من خلال هاد البرنامج باش سيم ترشيحك الى الحكومة الفيدرالية باش تحصل على الاقامة الدائمة وكيعطيوك مدة تلاتين يوم للقبول الترشيح اه اللي اعطوك بعد القبول والموافقة كتعطيك اه وزارة الهجرة الكندية 60 يوم للتقديم على الاقامة الدائمة من بعد منها كيجيك الفحص الطبي اه زائد واحد مقابلة في بعض الحالات اللي كيكون الاسئلة ديالها ابساط جدا في حالة ما بغيتي انك تدير واحد ممثل لك اللي يهدر باسميتك واللي يقدم اه على هذا البرنامج فمن حقك فهنايا اه اعطيناك مجموعة من المعلومات على الممثل ديال اه روبرزنطون اللي بغيتي تدير الطبيعة لحال هذا البرنامج خاصتك عرض عمل باش تلقى عرض عمل في المقاطعة اعطيناك هذا الموقع هذا اللي هو ساسكاتشوان دوت ساي هنا فونديكورك اه ايجاد عمل فعطيناك مجموعة من الويب سايت اي واحد يمكن يدخل على هذا الويب سايت ويلقى اه اه جوب اوفر يعني عرض عمل كين هاد معروف هاد ساسكاتشوان اللي هو معروف لانه كنت تلقى فيه مجموعة من المهم المطلوبة وكثرة في هاد المقاطعة فبطبيعة الحال ان ما نقيتش اه عرض عمل بحتي في جميع المواقع اللي اعطيتكم ما نقيتش عرض عمل كين البرنامج تاني البديل وهذه المفاجأة اللي كان في مقاطعات اه ساسكاتشوان كما كتشوفوا البرنامج الاول الانترنسيونال سكيلد ووركر امبلويمنت اوفر يعني خاصك عرض عمل تاني فالبرنامج التاني هو الانترنسيونال سكيلد ووركر اوكيبيشين اندومون اللي هي اه برنامج العمال مهار الاجانب لكن هاد البرنامج مكيعتاملش على عرض عمل فهو المهن المطلوبة بكثرة فغندخلوا لهذا البرنامج ونشوفوا الشروط المطلوبة فيه فهذا من ضمن اه الشروط المطلوبة هنا هي خاصة تكون عندك مهارات عالية في المهن المطلوبة بكثرة في المقاطعة وتكون اول شرط تكون قد استوفيت شروط المذكورة في البرنامج اللي ذكرنا اللي هو برنامج العمال المهارة اللي خاصه عرض عمل خاصه يكون عندك سين نقطة من مية وعشرة نقطة في العوامل اللي ذكرنا دفع رسوم اه طلب اللي هو تلتمية وخمسين دولار غير قابل من الاسترداد على طريق الانترنت باستعمال فيزا او مستر كارت وهذه هي اخر خطوة في تقديم الاستمارة كما تشوفون من بين الاشياء المطلوبة في هذا البرنامج هذا انه خاصك تكون تعيش خارج كندا كما تشوفون خاصك ما تكونش لاجئ تكون ستين نقطة من مية وعشرة نقطة في تنقيط ساسكاتشوان على الاقل يكون عندك سيل بفور المستوى الرابع واكملت المستوى ما بعد تنوي ولا يكون عندك تدريب او تدريب مهني معادل لما هو في كندا حصلت على ديبلوم او شهادة معادلة معادلة شواهد ضرورية كما قلت لكم من قبل خبرة عملية عالية المهارة على الاقل تكون عندك سنة كاملة بدوام كامل ثلاثين ساعة في الأسبوع في اللينوك اللي هما مستويات المهن زيرو والآ والبي بالنسبة للحساب البنكي ولا بد منه مجموعة من الناس يسولوا على الحساب البنكي فالحساب البنكي نفسه نفس الاشياء المذكورة في موقع وزارة الهجرة فلا بد ما يكون عندك الحساب البنكي اللي دائما كانت تحدث عليه في جميع الفيديوهات اللي هو انطلاقا 12960 دولار بالنسبة للفرد الواحد فهذا الشيء اللي كان في هذا الحلقة نقلت لكم ومفاجأة هي وخا ما يكونش عندك عرض عمالي يمكنك تقدم على هذا البرنامج كنتمنى لكم التوفيق اخوتي وتحية لكم والله يكمل بخير على الجامعة اذا الى هنا تنتهي حلقة اليوم حلقة مهمة كمشو على مقاطعة ساسكاتشوان بالنسبة للبرنامج الخاص بها لهو برنامج العمال المهارة الاجانب كنتمنى ان هذه الحلقة نال الاعجاب ديالكم بطبيعة الحال الى عندكم اي سؤال واستفسار خليوا ليها تحسمين الفيديو نقولها ونعود نكررها بدون عرض عمل او بعرض عمال يمكنك تقدم على هذا البرنامج كمشو من خلال الموقع الرسمي مقاطعة ساسكاتشوان كنتمنى لكم التوفيق ما تنسوش خوتي اذا اعجبكم فيديو بطبيعة الحال اضغط على الايك الاعجاب نشر الفيديو حتى تعلموا الفائدة دون نسيان الناس اللي اول مرة يشوفوا فيديوهات قناة صوت المواجرين في كندا ما تنسوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم جديد قناة صوت المواجرين في كندا دمتم في رعاية الله اتبارك لله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته